نجح المبعوث الأمم إلى اليمن هانس جروندبرغ في الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن ويعجز منذ ثلاثة أشهرين عن إقناع الحوثيين للدخول في مفاوضات اقتصادية كان قد وعد بها يقول مكتب المبعوث الأمم إنه مصمر في عقد نقاشات مع مسؤول البنك المركزي في صنع وعدن لإيجاد حلول تقنية ومستدامة لتجنب إنهيار اقتصادي أعمق بما فيها تقييم العرض النقد الأمثل وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد المصدر الذي نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط دون أن تسميه كشف عن أنه جرى مناقشات بهذا الشأن في صنع الشهر الحالي مشيرا إلى أن العملة الموحدة والقطاع المصرف الموحد يجلبان قوة مالية وتحفيزا للاقتصاد في يوليو الماضي كان المبعوث الأمم قد أعلن عن تسلمه اتفاقا بين الحكومة ومليشيا الحوتي يقضي بإلغاء القرارات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات وإجراءات مماثلة هذا الإجراء يراه مراقبون بأنه قاد العملة في مناطق نفوذ الشرعية إلى مزيد من الانهيار خاصة أن ذلك أفقد مركز عدن القدرة على الرقابة على الأسواق مما أتاح للمضاربين التحكم بشكل أكبر بسعر الصرف اقتصاديون يرجحون أن تأخر المبعوث الأمم منذ يوليو وحتى الآن عن التوصل إلى نتائج لنقاشاته مع مليشيا الحوتي هو فرضها الشراطات من بينها إعادة قرار العمليات إلى البنك المركزي بصنعاه هذه التحديات تقف أمام أي تقدم للجهود الأممية التي تقول إنها تركز على توحيد القطاع المصرفي والعملة كقطوة أساسية لضمان دفع مرتبات موظف القطاع العام الانقسام في السلطة النقدية ومنع الحوتيين التعامل بالطبعة الجديدة وما تلاه من إجراءات وحرب مستعرة أوقفت كافة مصادر النقد الأجنبي قادت العملة الوطنية إلى انهيار تاريخي وصل سعر صرف الدولار الواحد في آخر التعاملات إلى 2038 ريالا الحكومة تقول إنها فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الميليشيا على موانئ التصدير فيما جهودها في إيقاف نزيف العملة لا تتعدى عقد الاجتماعات ترجمة نانسي قنقر